بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أهزائي داريسي مقرر جبر المصفوفات ومع الدرس الرابع من الوحدة الأولى وهو عنوان معكوس المصفوفة واستخدامها في حل الأنظمة الخطية أهداف هذا الدرس التعرف على مفهوم معكوس المصفوفة التدريب على إيجاد معكوس المصفوفة باستخدام طريقة جاوس جوردان الحاث التعرف على خواص المصفوفة القابلة إلى عكس Invertible Matrix وفي النهاية إتقان حل الأنظمة الخطية باستخدام طريقة معكوس المصفوفة في البداية نتعرف على معنى معكوس المصفوفة أو Inverse of a Matrix لو أن عندنا مصفوفة مربعة ذات أبعاد N في N A تسمى هذه المصفوفة Invertible Matrix or Non-Singular Matrix بمعنى واحد أي أن لها معكوس أي أنها مصفوفة غير فريدة لو أن هناك مصفوفة مربعة أيضا ذات نفس الأبعاد N في N بحيث تحقق الشرط أن A في B يساوي B في A يساوي In أي أننا ضربنا هذه المصفوفة في المصفوفة من على اليمين أو على اليسار لحصلنا على مصفوفة الوحدة من نفس البعد A matrix that doesn't have an inverse is called Non-Invertible or Singular المصفوفة التي ليس لها معكوس يطلق عليها Non-Invertible غير قبيل العكس or Singular أي مصفوفة فريدة أو وحيدة هنا معنى نظرية تجيب لنا على سؤال ملح هل إذا وجد للمصفوفة معكوس هل يكون هناك أكثر من معكوس لمصفوفة واحدة أم أنه معكوس وحيد فتجيب علينا هذه النظرية فتقول أن معكوس المصفوفة وحيد إن وجد inverse of a matrix is unique بمعنى if B and C are both inverses of the matrix A لو أن B و C كلا هما معكوس المصفوفة A فلابد أن B تساوي C وهذا معنى أن معكوس المصفوفة إن وجد فهو وحيد نكتب المصفوفة B على الشكل A-1 فيكون A ضرب A-1 يساوي I و A-1 ضرب A يساوي I أيضا أي أننا إذا ضربنا مصفوفة المعكوس في المصفوفة A من اليمين أو من اليسار لكان النتج في كل الحالتين هو مصفوفة الوحدة وهنا تنبيه نهام هو أن الرمز A-1 ليس معناه كما في الأعداد واحد على A مقلوب فمثلا في الأعداد حينما أقول خمسة أس ناقص واحد هذا معنى واحد على خمسة أما في المصفوفات إذا كنا A-1 هذا ليس معناه أنه واحد على A فالقسمة على مصفوفة غير معرفة القسمة على مصفوفة غير معرفة بينما الرمز A-1 ذو معنى أنها معقوس المصفوفة بمعنى إذا ضربناها في المصفوفة من اليمين أو اليسار لحصلنا على مصفوفة الوحدة ترجمة نانسي قنقر